ومن العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي قمة شغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضيةها الوالدين النبي في الجنة أو في النار وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واثمألية الإهلطة بعد ذلك من في الجنة ومن في النار إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلفها بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدر لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا كثير فهي جليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها نسمح والد النبي في النار أم النبي في النار طيب أبو النبي أم النبي في شيء تاني أيضا مدينة النبي لا تسموها منورة هي نبوية خلاص ما عدت منورة طيب حاضر أبو النبي أم النبي ومدينة النبي طيب وآل البيت زي الناس مثل الناس ما في فرق بينهم بين الخلط ايش قال البيت ايش هذا التمييز ما عندنا هذا القلام في الانسلام ما لهم ميزة الحسين مثل بديية الناس اعمل تمام تكون مثل الحسين عجيب طيب 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 خلصت وخلاص لا 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 عجيب هذا أبو النبي وأمه مدينته أهل بيته أصحاب النبي يا جماعة أيوة أصحاب النبي يقطيون ويصيبون يا جماعة ابن عمر كان يتبرك بأعثار لا لا ابن عمر غلط طيب 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 خلاص خلصتوا اللي عندكم لا لا بس آه أبو النبي أمه مدينته أهل بيته أصحابه آثار النبي آثار النبي كالسرح ممنوع تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه ايه شرك 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 عجيب شرك 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 يا جماعة سيدنا عبدالله بن عمر في صيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي لا 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 تهور تهور عجيب عجيب كيف بآثار النبي هاي عشي خلص المواد انتهى الله مصنع بي لا 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 ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي ممنوع ممنوع بذعا بذعا لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي نحن نحن نحب النبي يا جماعة أيوة لكن خلاص صلنا ممنوع لا ترفعوا صوتكم بذعا لا ترفع صوتكم بلعنا ممنوع أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينة آثار حتى الصلاة عليكم من ممنوع يا كحلاوي انت تمدح النبي ايه بدعا ايش تمدح النبي هاي لا تطروني كما أطرت النصارى عسى بن مريم ولاكم قولوا عبدالله تعال 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 اذا المسألة وراءها شيء لو كانت قضية أبو النبي وأمه فقط هاي مساكين غلطة ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا وخافوا من الغلوب جزاهم الله أخير لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عد ينفع ولا يزور خلاص خلاص يا جماعة احنا راتين للحجاز بشدة الأنفس شقيت عمري لاجل احصل التذكرة اروح لمكة وزور النبي لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي ومن قال لكم انها من الشروط والواجبات والحج هي من شروط وواجبات المحبة شيء ما تعرفون وأنتم المسألة وراءها شيء ليست المسألة عدم فهم للنصوص هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد هذه المسألة نحن نحب بالنبي كذبتم والله لو احببته النبي ما قبلتموا بمثل هذه المقابلة ابو النبي وأم النبي في النار كما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر كما أخبرتكم الضبية وراءها نزع محبة النبي من قروب المسألة ايه ايه سيدة زينب هنا عندك هي مصر ها الحمد لله أنا ما أعتبت ولا دخلت إلى داخل السيدة زينب تشتخر ها هي ما تريدك هي لا تريدك ولو أرادتك لهيا الله ولك زيارتها نحن 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 نح طيب هذا العلم الجديد نسنع ونفعل وناس تعمل شيء غلط في السنة محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا أحاديث على رسول الله كذبوا على رسوله يلا مدام السنة فيها ناس غلطوا من هناك قابية غلط نتركوا السنة نتركوا القرآن نتركوا السنة نتركوا الكعبة نترك أهل البيت نجيبوا الخلاصة نتركوا الدين هذا نهاية الكلام أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعون من الدين بصراعة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا يتنون كقطع الليل المضلع يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرة وينسي مؤمنا وينسي كافرة لماذا يا رسول الله تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة يبيع دينه بعرض من الدنيا كالدين الحمد لله يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على صرفية معينة في الشهر ترجمة نانسي قنقل